السلام عليكم ورحمة الله نتمنى بكم بخير وعلى خير لدينا واحد الفيديو اليوم موجه للحيرافيين لدينا ميكانيك لدينا واحد موتور ميه وعشرة الطنوبي كان فيها واحد المشكل لم يكن كثير وفيها تقرقب في الدماراج وفي السكات وفيها تقرقب في الموتور الطنوبي قدام فيها الدفو لمدة 6 شهر اليوم اجابنا لدينا تراج ونضع لها واحد لتروتيا جنرال وما علينا اجدنا لها واحد فيديو جنرال يعني قدرناه بالطنوبي الكامل ونوصلنا للتراج لدينا تيو تيربو والتيو تيربو ومتقوبين حاجة طبيعية يعني الريح الذي يخدم تيربو تضيع على برة هذا ليس هو المقصود الفيديو دينا احنا يعني اتشارنا عليه فيديوهات الحمد لله ولو الناس كمين عارفينه المعلومة اللي اعطيكم اليوم هي معلومة كتهم الحيرة فيها اللي يخدمها السيارات ونقدرون نعتبرون المسألة خطيرة ما علينا اشهالي اخوان صاوبنا دوكتيوية ديال التراج ديال الطنوبيل ولا الطنوبيل مزيانة كاتيري ارى الطنوبيل من جا تعدنا فيها واحد ديفو قبل ولكن ما كانش باين قبل ما يخدم تيربو تيربو ما كانش خدام ما كينتش شي حاجة ولكن من يخدم تيربو بينات لنا واحد المشكل اللي هو صعيب المهمة اخوان اذا الفيديو اده انا قصد به الحيرة فيه كما كنت لكم يعني هذا المرأة ما يجي عندك واحد الجولف اولا شي طنوبيل وتصاوب لها التراج ما عمرك ما تصاوب لها التراج وتعطي كونتاق المول تنوبيل وتقول ليس سيرك مريقل دروري تسييي انتها الطنوبيل وتشوف الحالة دي هاي كديرة وتأكد من هاد الحاجة دي اللي غاد نقول لكم دابا تتأكد منها عطي كونتاق المول تنوبيل لان كنت حي رفي عارف كيفاش تتعامل مع السيارة فهذا الموقف ولكن مول السيارة يستطيع أن يكون عارف كيف يستطيع التعامل وهكذا يستطيع أن يخسر المحرك السيارة هذا الطنوبيل كان فيها تيربو نقص ليس تيربو فيه لجو فلا تيربين لا يريد دول الدخلانية ميتة وكانت طلع الزيت ومن لم يكن خدام كانت الطنوبيل بخير من يدفع الريح؟ ما يوقع؟ تيربو يدفع الريح و يخرج الريح لادميسيو من يخرج الريح لادميسيو ما يوقع الطنوبيل؟ يكسيري بوحدة الزيت هذا هو المشكلة اللي وقع في الطنوبيل المهمة الإخوان اللي بيت نوصلكم من هذا الفيديو هذا يعني منك تصاوب الطنوبيل ضروري تسيها باش إلا قدر له درتاد المشكلة تديره في الدك انتك حيرة فيك تعرف كيف تتعامل مع هذا الموقف الطنوبيل ولا تمكسيريه بالزيت منين ولا تمكسيريه بالزيت لما كتقاش تسكتليك كونتاك كيخستكتها بالفيتاز سنكيام وفي درتاد الفيديو هذا هذا هو الثاني طنوبيل اللي قدر له هذه المشكلة كنت جاءت عندي واحد لغولف كانت خدم فيها التيربو منين خدمناها درت هذه المشكلة وهذه هي الثانية ونقدر نطحه في الثالثة والرابعة لكي شاهدنا فيديو باش إلا تحشي واحد في شيء مشكلة يعرف كيف يتصرف من تصاوب الطنوبيل مزيان باش ما يكون هذا المشكلة ونعطي الطنوبيل للمولها وده بعد طنوبيل دراسيينها يعني اولت مزيانة ودرت نال المشكلة قلبنات تيربو قناكاتل العزيت ده بعد تيربو يالا خاصه يتبدل ونسيوها ونحصله للانتيركولر ونعطيه السعر وتلمول الطنوبيل هذا هو الفيديو الراس صغير ولكن فيها معلومة كبيرة ان شاء الله